عادة بعض الرؤساء حتى الأصحاء بيبعندهم هفوات في الكلام لكن هذا الشخص بالتحديد مع كامل احترامنا لسنه طبعا لكن هو وإدارته يعلمون جيدا أنه هو أصبح عبء في كلامه على الإدارة يعني لو أنت دلوقتي وزير خارجيتنا بيكلم بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة يقول له يعني ما أنت عارف اللي إحنا فيه وغالبا بايدن مش هو صاحب القرار الأساسي في إدارة أمريكا يعني هو عنده الإدارة بتاعته موجودة عنده ناس بتشتغل أكتر وهم مدركين وعارفين أنه مش هو الشخص اللي يصلح للإدارة 100% لكن وجودهم كلهم مبني على وجود بايدن فبالتالي ما قدمناش طريقة غير أن بايدن ينجح ونساعد هذا البايدن عشان ينجح وإحنا من وراه ندور الدنيا بشكل آخر يعني فأصبح العالم خد التصريح بتاع الرئيس بايدن حسب هواه اللي بيكرهه مصر يقول لك يا الحق ده مصر الرئيس الأمريكي بيقول أنه قاعد يتحايل على الرئيس السيسي وأقنعه قال إيه يودي المساعدات ويفتع المحبر يودي المساعدات لفلسطين لغزة والفريق التاني قال لك لا أنتوا عارفين الرئيس ده سنه كبير في السن والأمارة أنه وصف الرئيس السيسي بأنه رئيس المكسيك فأنت عايز إيه بعد العبارة دي متوقع إيه ثم بعد ما قالت كلمتين عن الرئيس السيسي قال وتحدست مع الرئيس وزراء إسرائيل وقلت له افتح المعبر أنت حيرتنا يعني هو مين فيهم اللي كان قافل المعبر ده مش شغلني خالص وأنا مش عايز حضراتكم تتركوا الآخرين في تقييم مواقفنا لأنه مش هنسمح لحد أنه هو يتقيم الموقف في المصر ومحناش في موقف دفاع محناش في موقف دفاع أبدا بس إحنا في موقف اسمه الرد وده اللي عجبني جدا في بيان صدر الجمعة تقريبا قبل الصلاة بشوية عن رئاسة الجمهورية بيان لو شفته شكله جديد من نوعه وعن الرئاسة يعني ما خلناش مثلا وزير الخارجية طلع بيان أهو ولا يقول تصريحات ولا أي شيء لا بيان واضح وصريح وأول جملة فيه بتتحدث عن ردا على تصريحات بايدن أنا واقف جدا عند بعض الأمور الشكلية التي لا تخلو من مضمون ومضمون كبير قال لك إيه بيان رئاسة الجمهورية يبقى احنا اخترنا إيه اخترنا الجمعة الصبح يعني بعد ساعات من التخريف اللي قاله بايدن وإن الرد يكون من رئاسة الجمهورية وإن البيان يطلع بالشكل ده وإن أول كلمتين فيهم يتقل كالقاتي بيان يعني مثلا مش المتحدث الرسمي برئاسة الجمهورية كتب على صفحته أو دخل مدخل قال كلمتين لا 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 بيان من رئاسة الجمهورية أرجوك تقف عند هذا الشكل الدول بتقيس هذه الأمور وفقا لأهميتها يعني كونك أمريكا وكون رئيس أمريكا ده مش هيخليني ما ردش بالكيفية دي لا أنا هرد وبسرعة وهرد بهذا المستوى ده اللي عملته مصر بيان بالإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم 8 فبراير 2024 بشأن الأوضاع في قطاع غزة تؤكد رئاسة الجمهورية توافق الموقف المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة ده البراجراف الأدبي اللي لازم يخرج في الحديث بين مؤسستي رئاسة والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع ورفض التهجير القصري بالإضافة إلى التوافق التام بين البلدين في ضوء الشراكة الاستراتيجية بينهما بشأن العمل على إرساء وترسيخ السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وده بقى البراجراف كله اللي تقدر تقول هتقرأ إرادة إدارة بايدن وتقول يعني والله المؤسسة المصرية منضبطة لأنه أصاد التخريف الذي تم من بايدن بالعكس كان فيه أربع خمس سطور في بداية البيان منضبطين جدا وبينوا أن مصر دولة إيلة عندما تتكلم وفيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين توضح رئاسة الجمهورية ده بقى الكلام لبايدن ده رد عبدالفتاح سيسي لبايدن اللي مخدش كم ساعة ورد عليه ده رد من السيسي لبايدن مباشرة قولاً واحداً لأن لو عايزين نوديها الطريقة تانية كنا خلينا كذا جهة في الدولة كانت سرعة التصريح توضح رئاسة الجمهورية أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط معناها كده طبعاً الدول لما هتخاطب بعض مش زي ما نخاطب بايدن لكن الدول لازم تنضبط وتكون لها قواعد معينة في سياغة واختيار المفردات لكن لما يقوله توضح رئاسة الجمهورية أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط معناها أنه بيقول لبايدن انت كذاب قولاً واحداً بس طبعاً رؤساء الدول ما بيقولوش الألفاز كده بس هقولها تاني لأن دي الجملة العظيمة اللي صيغت بمفردات طليق بمصر وفي نفس الوقت واضحة ومباشرة توضح رئاسة الجمهورية أن مصر يبقى مين بيوضح رئاسة الجمهورية مصر من اللحظة الأولى يعني ما استنتش حد وما باستناش حد فتحت معبر رفح منين؟ من جانبها واضحة جداً بدون قيود أو شروط أنت كذاب هي دي معناها بالنسبة لي أو أنك يعني وصلت لدرجة من عدم التركيز الزهني عشان تتحدث عن أنك تحدثت مع رئيس المكسيك اللي هو الرئيس السيسي نصبه رئيساً للمكسيك وقال تحدث معه عشان يقوله افتح المعبر وود المساعدات إذن ما قاله بايدن بكل المعاني يدخل في إطار الخرف الزهني أو يعني نسأل بلينكين يعني بلينكين هو اللي صاحي هو اللي إيده في الملف هو بايدن شكل لإدارة أمريكية لن تبقى إلا ببقاء بايدن